مشاهدة العزيان اهلا بحضراتكو في حلقة جديدة من حوادية شارعنا النهاردة بنلتقي في حوادية شارعنا ومصر بتعيش حالة من العرص الخاص بالانتخابات طبعا الناس كتير قوي بتقولك ايه فايدة الانتخابات و ايه فايدة اللي احنا بنعملوه ايه فايدة ان احنا ننزل لكن لو طبعا الشكل العام قدام العالم هيبين قد ايه الشعب ده فرص يصمار فيه كويسة الابعاد السياسية الابعاد الاقتصادية حتى على المستوى الداخلي بتبين حالة الاستقرار اللي بتعيشها مصر فبلاش تبقى سلبي وحاول تنزل وتشارك برأيك وتقول كلمتك عشان خاطر صوتك اللي انت ما اعتقد انهم مش يفرق صوتك هيفرق كتير جدا النهاردة في الحلقة هنأتناول اكتر موضوع النهاردة المفوض ان احنا طبعا لسه عايشين في حالة كورونا حالة من الخرافات والخزعبالات اللي بدأت انتشر عند الناس ان المخدرات بتأثر على الكورونا او بتقضي على الكورونا برضو هنتكلم عن حاجة خاصة بواحد عاوز يامل مشروع فالنهاردة معنا مشروع المزرعة السماكية هنعرف معنا حد من اصحاب المزارع يعرفنا ازاي او يعرف الشباب ازاي يقدر يامل مزرعة سماكية ازاي يقدر يجيب الخاميات ازاي يقدر يجيب الزريعة ازاي سواها كل التفاصيل دي ان شاء الله هنعرفع بعض الفاصل خلونا نطلع فاصل مع طوقات خبيرة الابراج اوموزينب اوموزينب طبعا كان لها معنا حالات قديمة وان شاء الله في المرات الجاية هيبقى لها فقرات سابتة في كل المرات اللي جاية ان شاء الله نشوف التوقعات بتاوموزينب ونستقبل ضيفنا ان شاء الله بعض الفاصل انتظرونا اهلا وسهلا فيكن اعزائنا المشاهدين وعليش تأخرنا عليكم فترة وان شاء الله تأخرنا يجي للكم ولمصلحتكم لنقدر نلبي طلبات المشاهدين كلهم اليوم يمكن شوي نحكي شوي عن الكورونا الكورونا بنقول ان شاء الله اه فترة اصيرة وان شاء الله بتنتهي كل هايدي القصص وهالامراض وان شاء الله ما بيسيبكم اي مقروه باذن رب العالمين يعني اهنا بنقول قداما شهرين ونص لثلاثة شهر ان شاء الله في كتير بلاد بدها يعني تاخد هدنة وينشال من عنا المرض وخاصة عنا بقلب القاهرة ان شاء الله اه رب العالمين لانه حافظها وحافظ اهله وشعبه ورؤساء وان شاء الله باذن الله هالغمامي هون بقلب مصر بتنزاح وبنتصر وعننا انفراجات كتير حلوة وتقابلات لكل البلاد كتير منيحة لانه حيصير عندها ازدهار القاهرة بشكل غير طبيعي وان شاء الله بازدهار دائم ويخلينا الشعب المصري لانه بجد انا بش لانه بحبه يعنه بش عب عظيم وطيب اما بنيجي لدول الاجانب وامريكا وهيدي عندهم حالات وحياة حياة يعسي يعني انا بقولها اه بدي يصير ضمار بدي يصير انهيارات بدي يصير زلازل بدي يصير تخربه تكتير وحتى امراضي جديدة حتطلع بس في مشاكل بتصير بين الصين وبين امريكا في يعني وضع بش مزبوط لانه احنا من اولى كلهم بالاخر حيجوا زحف 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 القاهرة ومن القاهرة عالسعودية وهي هايدي ايه ممكن احنا من اولى من علامات يوم القيامة نحكي بالوضع العام اللي العالم كله يتعم بتقولوا اه عنه بيتكلموا عن اه سد المهضة اه بيتكلموا عن مشاكل ليبيا والجزائر والدنيا هيدي كلية يعني نحنا من اولى بإذن الله الداخل بين مصر وداخل على ارض مصر خسرا بيشرب حالي اه بس حيصير فيه انفوضات مفاوضات كتيره اه حيصير فيه انقلابات لصالح اه القاهرة ان شاء الله لانه فيه امتصار دائم وحتى حيصير شغلات بين لبنان ومصر وسوريا وان شاء الله هيدي حتكون للافضل بالعالم كله حتى بالدولة اللبنانية فيه مشاكل عم بتصير ودولار طالع ودولار نازل وكل واحد بيحكي كلمة نحنا بنقول فيه شغلات كتيره حتصير بقلب لبنان وحيصير تغيير اعضاء بالحكومة اه حتصير لبنان كمان شوي بازدهار صح عم بتمرت فترة وفترة حتعدي متل ما بقولوها نيجي منقول تركيا تركيا هي اللي عم تعمل اه قصص وعم تعمل مشاكل وعم تعمل ايدي فكلها هيته حيجي على دماغها لانه فيه زلازل بدا تصير فيه اه مشاكل بدا تصير عنده فيه كتير انقلابات يعني يكلمو شي من الله وشي من العبد بس هي اللي اساسهم عنا منقول قطر قطر يعني فيه تقلبات كتير بدا تصير وفيه مفاجآت كتير حتصير من قطر ما بين الدول العربية والشي اللي عم بيصير عنده بس هيدخلوا ناس من عندهم وحيعرفوا انه كل هيدا كان مش لا صلاحهم وكان غلط وحيعطرفوا فيه لانه حيصير فيه زي واحد بده يصير يقدم اعتذارات وان شاء الله هي خير وان شاء الله يعني انا بتمنى انه دول الاسلام والعرب كله يتون نخط ايدنا بايد بعض ونقول يا رب عنا ليبيا بنقول ان شاء الله اه حيصير عنده انفراجات بعد المشاكل والشغب اللي عم بيصير فيها والتوتر اللي عم بيصير فيها ان شاء الله بازن رب العالمين احنا بنقول اني حينفسروا وبازن الله حيصير في عنده النصر رغم انه كل الشغلات السيئة اللي عم بتصير عنده وحيصير عنده ازدهار بازن الله اه رغم انه فيه ناس كمان تركيا حيصير فيه اشكالاتي كل القصص لا يفوتوا على دول غير الدول بس مش هيطلع لهم الا يعني اه شي بش كويس مش لمصلحتهم يعني انا ما بقول انه بين تركيا وبين ليبيا تدخل لانه اه حينقلب العكس مش لمصلحتها وبازن الله حيصير فيه انفراجات حلوة عنا اه بخصوص كمان اللي اه سد النهضة اللي العالم كلها ييتا بقولوا هو انه مش هنقدر لهم ولا كذا لا اسيوبيا حيصير فيه عنده توطر وحيصير فيه عنده اشكالاتي كتير لانه بش بينه وبين مصر القصة بس بينه وبين عدة دول وفيه مين اللي عم بيدعمهم بس انا ما بنصحهم يعني بجد ما بنصحهم لانه الاشياء اللي حتصير عندهم غير طبيعية بالمرة عزيزي المشاهدين اليوم نحنا اه وجعنا لكم راسكم شوي وقلقنا لكم شوي بس نحنا السنة هاي بازن الله عنا تفاعل كتير 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 حلو اه في نانس كتير بيعرفوا انه كل انسان له برج طل البرج الحامل الجوزاء الاسد كل الابراج كل واحد يمكن هيدي السنة قضى فيها كتير وكتير ناس قالوا هي احنا كتير ضمار وعم بيقولون هاي ده بشو منيه او هاي ده بشو منيه لأ احنا هقولون شغلي احنا هالمرة نزلنا توقعات وان شاء الله بالتوقعات هيدي اه تكون تفاعل خير لجميع الابراج وحقعدكم الحلقة اللي جاية هندخل على الابراج برج برج وان شاء الله يكون فيه تسهيلات عمر كتير حلوة وبش بس عالبرج كمان عالحرف يعني اسم الانسان او حرف الانسان ببرجه شو هو ولحياته لصحته لرزقه لكلشي وان شاء الله تكونوا بسطوا من حلقتنا وبنتمنى انه نكون عند حسن زن رجعنا لحراكوا بعد الفاصل وبعد ما شوفنا امو زينب وان شاء الله يعني زي ما قلنا قبل كده الغيب لا يعلمه ولا الله لكن الابراج طبعا علم وعالم موجود على مستوى العالم وله متابعين وله محبين على مستوى العالم كله زي ما قلنا في الفاصل قبل قبل في بداية الحلقة ان احنا نتكلم عن مشروع اه 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 تربية الاسماك اه طبعا هو مشروع بقى من المشاريع اه اه المنتشرة جدا طبعا اه الدولة بتقوم بدورها المشاريع اللي صدرها السمك اللي رايز فتحها لكن برضو عشان خاطر اه اه لو حد من الشباب عاوز يوم المشروع يحسن بيه داخله احنا معنا حد من اه اصحاب التجارب اللي عملوا اه مصرعة اه خاصة بالاسماك او وله خبرة كبيرة في المجال اسمحولي ارحب اه بالحاج يونس الرفاعي اه من اصحاب مازالة الاسماك اهلا بك حاج يونس السلام عليك اه الاسماك طبعا الاسماك اه بتنقسم الى اكتر من مرحلة مرحلة الحوض تجهيز الحوض مرحلة الزريعة مرحلة العالم مرحلة التسويق خلان نتكلم عن كل واحدة خطوة 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 اه اول حاجة اه اه الحوض والمكان الاهم حي الارض الارض تمام لو فيه ارض مفيش مشكلة تمام الارض الرملة بتعزم شمع تمام الارض التنى بتتفحر مترين عمك تمام مربع بفجو تمام وبيحط ميته وبيضب الدنيته مية نيني ولا مية عادية لا مية طرق عادي تمام مية طرق عادي مية مية طيب تمام اه طيب هل فيه تجهيزات معينة في الحوض قبل ما يتجهز ولا هو بينفحر بس وتحط المية على طول لا بيتفحر فيه المشمعات بتحطي لها بلاور روكسجين هوا تمام عشان السمك عشان يعني يعني كده ده اللي احنا نقوله بعد كده اللي هو التجهيز يعني كده الاول حاجة المكان احنا قلنا حضرتك قلت اللي هو حوض او طيب ما فيه فيه حاجة تاني غير اللي حوض فيه سنديق في البحر سنديق في البحر اه بس دي اوفر يعني اه طيب دي بتبقى لها ترخيص معين من الحكوم لا ما فيهاش ترخيصه لحاجة طيب هي شرعي يعني ممكن اي حد يعمله ما فيهش اي مشكلة لا ما فيهش اي مشكلة تمام طيب خلصنا المكان نخش بقى التجهيزات ايه اللي المكان بحتاجه تجهيزات اه سواء مؤدات اه سواء خمات عشان خاطر ابدأ اجهز الحوض ان انا ابدأ اجيب فيه الزريعة بتجيب الكراكة بتفحر تمام وبتضبط اللي بتربع الارض تمام تفحر مترين عمك وبتنزل المي وبستبع ثلاث اربح احتيام ليه بقى؟ عشان اه الارض لسه مفحولة جديد تمام وبتجي مزود مي وبتجي منزل السمك طب قبل ما بنزل السمك هل فيه مرحلة ما انا بعملها ولا هو بينزل على طول طيب السمك انت حضرتك قلتلي ان فيه فيه مهجن وحدي الجنس لا ده لسه انواع السمك احنا ما تكلمناشا احنا الوقت لسه في الحوض ماشا الحوض دلوقتي حضرتك قلت ان احنا جهزناه ومليناه المية طب هل المية دي بتفضل سبتة ولا بتتغير لا بتتغير بتخف بتنجس وبتزوق تمام كل خمس سياء طب هي كده مش هتعفن؟ لا لا متعفنش ليه بقى؟ لا 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 المفروض انها مية سبتة اصلا لا هي مش سبتة ده بتزوج وبتنجس عشان بتدروح للسمك اه انت بنفسك اللي بتنقص بها بتصرف منها بحاجة اه بماكن السحب تمام ماكن السحب وشفق طيب خلصنا كده الحوض يا طب الحوض هنفترض مثلا ان احنا في مكان قريب من القاهرة من هنا هل ينفع ولا لازم يكون قريب من ترعة او مصرف مائي؟ لا من ترعة او مصرف تمام الاتنين مية مية طيب نخش بعد كده من مرحلة الزريعة الزريعة طبعا حضرتك عارف ان كان فيه احيانا مافيا من الزريعة كتا الدولة بتحاربهم لكن هل الزريعة اللي حضرتك انت قلت عليها بتيجي منين من مصدر موصف منه اولوها تابعة للدولة؟ بتيجي من مفرخات مرخصة تمام وبتيجي من حضنات مزارع مطربية ده السمك المهجن وحيد الجنس يعني لا ما بيبيتش هو بيتقاس لا لا السمك اللي بيبيت اللي هو السمك بتاع بحر النيل تمام البولتي والبوري والكلام ده لا البولتي اللي هو بتاع بحر النيل يختلف عن السمك المهجن وحيد الجنس واحد الجنس ده اصلي السمك التاني ما بيكبرش بتنزله حجمه وكده 3-4-7 ما يكبرش عن كده هو دي بجغل بتجيب الخسارة للناس تمام اسعار الزريعة قد ايه؟ الحض مثلا يتكلف قد ايه؟ يعني احنا كده قلنا اتكلمنا عن الحض والله الجرات الجرات بياخد 25000 تمام تمام 25000 سمك 25000 دول بيتكلفوا كم؟ الالف بربعمائة وخمسة وصال يعني يوصلك لحد عندك بربعمائة وخمسين جنيه والتن العلف بعشر تلاف جنيه الاصلي اكوة 30% طب العلف هل فيه طبعا احنا بنسمع فيه علف مضروف لا لا فيه ناس كمان بترمي نافق بتاع الطيور ونافق حيوانات في المزارع وحتى ده كمان كان عمل خالى الناس تخاف من الاكل السمك بتاع المزارع لا ده مالوش دعوة بالبوري والطبارة والسمك واحد الجنس دي لهم علف مخصوص هو الاكوة وبعد الاكوة الاندريكس هم دول اعلنوا عنف العلف طب الطن بيكفي بيكفي كم يوم وبيكفي كم ألف سمك لا الطن علف الطن علف بيطلع تن سمك لح الطن علف بيطلع تن سمك بيكفي كم يوم لا باربع شوق يعني الطن بيكفي أربع شهور؟ لا مش التن بيكفي أربع شهور لا مثلا لو العشر تلاف العشر تلاف تمام بيوزهربعة تن العشر تلاف سمكة بيوزهربعة تن خلال الدورة كلها الدورة كلها تمام طبعا هنا حسب الارض فيه ناس بتنزل بالمئة ألف حسب الامكانيات ايه وفيه احد بقاموا نحط على جده على جد المادة اللي معاه تمام وفيه احد عنده مثلا ما الدنيا حلوة معاه بيوسع بيعمل مشروع جامل طب العلف ده بيجي منين وهو مشروع ناجح مش فاشي بيجي منين بس هنا الفشلان بتاعه العلف المضروب والسمك الشماء تمام هو دي اللي بيخسر الناس وبخوف الناس يعني سمك شمال يعني السمك اللي هو بتاع بحر النيل دي ما بيكبرش ايه ده ما بيكبرش كده ما بيكبرش عن كده ايه ممتاز جدا طيب احنا دلوقتي اتكلمنا عن العلف طب هل في مصادر معاينة طبع وزارة الزراعة اه بتبيع العلف ده ولا بيتشي لبقى لا ده في مصانع ده في مصانع اه مصانع محتمدة تمام بل فاتورة مختومة تمام طيب احنا دلوقتي والشيكارة مختومة هل هل المزرعة السمكية بتحتاج حد يتابع يعني هل المزرعة بتحتاج مثلا دكتور يجي يتابع السمكة ولا هو العملية بيتم ازاي بيبقى عليها غفير بس حافظ الدنيا تمام غفير بيقول على المزرعة بياخد 3000 جنيه 4000 جنيه بيبقى حافظ ايه الدنيا بيرمى اكل اخر النهار والصبح لا انا بكلم عن الامراض يعني مش ممكن مثلا السمكة بيجي لها مرض تموت فالحط كله الاسماكة اللي فيه تموت لا 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 يعني ما بقاش فيها عنصر مخاطرة في حتة اللي لا دي بتبقى من اساس الارض من الاول تمام يعني لو الارض فيها مشكلة ده ده بتسبب المشكلة دي اه ده الارض بتسبب المشكلة طيب احنا دلوقتي بدأنا المشروع والسمك كبر عاوزين خاطر يعني نسوق الموضوعين نسوق السمك هل في حد معين بيجي يشتر منك ولا انت بتخطب نفسك لا ده حلجان كتير تمام حلجان في اسكندرية وبورسعيد وفي دوميات وفي المطارية في كل حد يعني هو لو عمل مشروع لا مين محفوظات لو عمل مشروع هيقدر يسوقهم في السوان طيب طيب احنا دلوقتي احنا دلوقتي معانا مداخلة مع الدكتور بلال زين المفروض ان احنا منتظرينها ان شاء الله عشان خاطر نتكلم معانا الموضوع اللي احنا قلنا على الحضراتك وعليه ولكن احنا مكاملين مع عم يونس بنتكلم عن السمك طيب انت دلوقتي حضرتك قلت ان في بعض الشركات او بعض الناس بتنزل على حتى بتشوفها على الفيسبوك وحتى بتنزل مثلا لك اراميد وجنباري مش عارب بوري لا جنباري ده موضوع فيها شيء جنباري ده دكتور سامح تمام جعل لبحر المالح تمام جنباري دي جعل لبحر المالح والبلانسات انا مولود في البحر انا شغلتي السمك والسياضة طيب خلينا ناخد المداخلة دي ونرجع لحضرتك اا دكتور بلال ايوة كل سنة وحضرتك تابع فنة من الاول بالنسبة العيد اا وربنا اجعلها ان شاء الله ايام سعيدة ان شاء الله علينا جميعا يا رب امين يا رب نفسي وانت طيبين طبعا حضرتك عارف ان احنا في كورونا وحتى في بعض الحالات طبعا العيد وتزهم العيد وكلام ده كورونا رجع التاني بقوة ففي بعض الحاجات المنتشرة جدا عند الناس بقالها فترة كبيرة بتقولك ان المخدرات بتساعد على تقليل مخاطر الكورونا او بتضيع الكورونا مثلا زي الحشيش والبنج وكلام ده اول حاجة حضرتك هتقول بخاطر المخدرات دي وبعد كده حضرتك هتقول يعني حقيقة الشائعة دي حقيقة الشائعة دي استاذ سامح مين المصادر اللي بتقول الكلام ده يعني النهاردة احنا احنا كمجتمع اعتقد ان احنا عددها نولا اللي يتفرق بين مصادر المعلومات يعني ايه الجهة النهاردة اللي تقول يعني قال يؤقل ان المخدرات تكون ثبت في شفاء او في تحسين او في عمل وقاية من فيروس زي ده مستحيل طبعا حضرتك عارف العامة واللي بيفكروا فيه لا حضرتك ممكن يكون الامر مختلط بس بين المجتمع في الكوميكس اللي بتطلع كتير بطبيعة ان احنا مجتمع فكاهية ايه ايه فطبعا لا معلومة خاطئة طبعا مبيش اي حاجة من المخدرات ده بتهلك النواقل العصبية يعني مستحيل تكون عامل مساعد في جهاز المناعة او في التحسين من اي مرض ان كان مش بس الفيروس طب ونستفادوا حضرك موجود معنا الناس بتقول دايما ان الحشيش ملوش اي اضرار يعني تقولك ان الحشيش هو نبات طبيعي ومالوش اي اضرار جانبية وما بيقصرش على المخ حتى ما بيسببش حالة من السكر فهو كده كده حتى كمان مش حرام لا يا فندم لا موضوع مش حرام ومش حلالة دي انا مش هتدخل فيها لا لا احنا بتكلم مع الجزء اللي هو انه مالوش اضرار وانه هو مفيد يؤثر تأثير مباشر على النواقل العصدية في المخ يعني مستحيل تلاقي انسان بيشرب او بيتعاطى مقدر الحشيش وسوي تمام مستحيل طبعا مستحيل طب هل الحشيش ممكن يوصل او البنجو ممكن يوصل الانسان لمرحلة انه هو يوصل مرحلة الادمان او يخش يتطرك لحاجات تانية من المخدرات والله نسبيا نوارد طبعا ده دبندد على كل انسان قابلية الادمان والسلوك عنده ممكن يوصل معاه لغاية فين لكن بنشوف حالات كتيرة ومرضة كتير طبعا بيبتدي الموضوع بيهم انه هو بيجرب الحشيش او بيشرب ما يسمى بالستروكس او الحاجات دي من باب التبروبة وبيوصل طبعا لحدة ادمانية شديدة طيب واحنا بديكلمة دكتور عن المخدرات في الناس بتعتقد ان انت طالما يعني حتى كمان انواع جديدة اللي دخلت مصر زي ما حضرتك قرطة الاستروكس والكلام ده الناس بتعتقد ان انت طالما خدت حاجة يفضل موجود في دمك واستحالة هيتم الشفاء منه حضرتك ترد عليهم بيه نرد عليهم ان الحمد لله احنا في مصر عندنا مؤسسات علاجية ومراكز طبية يعني فيها اقتل المستوى والخدمة ولا بيتم طبعا سحب السموم دي على اعلى مستوى وفيه شفاء من الاضمان يعني احنا كمؤسسات علاجية المشفى الحمد لله لنا احصائيات سنويا عالية جدا وغيرنا من المراكز كتير طب تقولي ايه اللي هو بيبحث عن المتعة السريعة عن طريق سجارة بيشربها او عن طريق حباب ياخدها ظن منه انها مش اتقصر ايه لك طالما بجرب اقول له طيمتك كانسان وربنا سبحانه وتعالى خلقك عشان حاجة اعظم من كده بكتير تمام نتمنى يا دكتور ان شاء الله ان احنا حضرتك تكون موجود معانا على الشاشة عشان برضو المشاهد يستفيد من حضرتك فاسمحينا ان احنا نرتب مع حضرتك ان شاء الله اللقاء على الشاشة ان شاء الله قريبا جدا ان شاء الله بشكر حضرتك كل سنة حضرتك طيب بشكر الدكتور بلال زين المدير التنفيذي لمؤسسة المشفى للطب النفسي وعلاج الادمان ونرجع لموضوعنا اللي هو موضوع تربية الاسماك حضرتك قلت طبعا ان الجنبالي ده حاجة خاصة بالمياه مع الحال طيب انت حضرتك قلت دلوقت ان هو ممكن اصلا يعمل مزرع في البحر سنديء احواض سنديء احواض طيب تم ممكن يعمل فيها برضو يا رب فيها جنبالي لا جنبالي من فحر الجنبالي يا دكتور سامح بيجي عبرة عن جرافات بس من الوعر والسخر بعر المالح والبلانسات ومش في كل الاراضي فيه اراضي جنبالي فيه اراضي سبيت فيه اراضي كلماري شغلتك طيب يعني انت دلوقتي المشروع ده حضرتك بتنصح به اي حد اعزيها منه ان هو يعمل له مزر داخل كويس طيب الحاجات دي كلها تتكلف حوالي كم لو هم مثلا حاجة متوسطة حاجة متوسطة حدوث خمسة وسبعين ثمانين خمسة وسبعين ثمانين ممكن اكتر من فرد يدخلوا داخل قدية في خلال قدية في خلال ارباح شهوق ايه يعمل له بتاع مية وعشرين مية وثلاثين مية وثلاثين الف صاف مكسب اه يعني ده لو موضوحك بالفرد هيكسب كثير اه لا ده هو ده انا كنت ما تقلل موضوه مسلا يبقى مثلا يعني يخشوله مسلا عشر تلاف كمهنساشر الف النماء كده بالمنظر ده كده يبقى هي حاجة محفزة جدا لأي شاب يعني لا ده مكسبها جامع طيب لو احنا لو حد من الشباب تواصل معنا وحب يخش في حاجة زي كده هل تقدر ان انت تساعده طبعا احنا بنقدم المساعدات دي لو هو مش جادر بخش معاب الرب تمام وبتبقى له المشروع تمام زرعة واثنين وبعد كده لحاله هو تمام عشان يسوي نفسه اه دعوة لكل شاب اه طبعا احنا احنا زي ما قلنا ابدأ مشروع صغير ربنا يا كريمك ويبقى بدل ما هو مشروع بقى مشروع او اثنين وثلاثة اه وطبعا حضراتك شفتوا الاربع وشفتوا اه الحاجة الجميلة بتطلع فدي دعوة لكل شاب احنا في كل حلقة ان شاء الله نقدم فرصة عمل لكل شاب اه باشكر ضيف الكريم الحاجي يونس رفاعي مربي اه او اسماك او صاحب مزرعة اسماك باشكر حضرتك اه وكل سنو حضراتك طيب صحة السلام عليك اه وفي نهاية الحلقة باشكر حضراتكو ان شاء الله نلطقي دايما في حلقات جديدة ونجيب دايما كل اللي انتوا بتحبوه وكل اللي انتوا ستفكروا فيه تواصلوا معنا على صفحة البرنامج صفحة برنامج حوزين شارعنا او صفحة اعلامي سامح درازة شكرا لحضراتك